هنبدأ شباب دلوقتي نبدأ نطبع اللي احنا خدناه ونشوف بقى الافكار بتولي فافتح مالك الكوتشنبانج زي ما قلت لك احده هيبقى وحيبقى بعد كده الهومورك يعني انا هحلو وعايزك بعد كده تجرب تحلو بيدك لان الافكار دي صعب محوار اصعب اصعب افكار المنهج عشان كده انا اخدتنا سيشن لوحدها بكيسز لوحدها وانا بحل قد تقتنع الموضوع بسيط بس انت اللي بتطبق لا ممكن تغلط وهيبقى في مشاكل فلازم ايه الاول انا هتحلها معي مره وبعدين تراح تحلها تاني عشان الموضوع يبقى ايه تمام ان شاء الله فاحد واحد اولا دي حالة ايه دولا كلهم بارل مع ايه بارل مع باتري فما تاخدها عش يبقى اول معلومة مهمة ان الفي سابتة يبقى فالفولت ايه برضو ايه في بي ماشي فايجي بعد قولي مسترف ريوستات زاد هقول له طيار ويقل بس طب ريوستات قل طيار ويزيد طب هو مساءلش على طيار ساءل على ميتر فالقانون هو في بي 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 ساوي اي في ار اي في اي في ار فالفي بي سابتة والار سابتة فالاي هيفضل ايه سابت على طول يعني ميجي يسألك ما بين الاس وما بين الاميتر طبعا طبعا الاس لو زاد طيار الفرع ايه اللي هو زيادة والمقصان تروح يوسبب له ولسه قلت طيار يزيد لكن البرانش ده البرانش بتاع الاميتر هيفضل ايه هيفضل لان الفولت سابت والمقاومة سابتة فالانصر طبعا هتكون دي طب جميل ده هو سؤال السؤال اللي بعض بيلك حلو ريوستات واحد مع بطارية يبقى الفي بي سابت مهما حصل ومعاك ار فاري بي لو عايز باور يبقى روح للقانون المناسب ان الباور هيبقى هنا الفولت اللي هو يبقى الفي بي سكوار وفار ار حلو مين سابت طبعا الفي بي طبعا والار دي ار فشوف بقى افرد اي حاجة لو الزادت تباوري الي طب لو القلت يزي همما ضرقية انفرس لا انفرس الباور انفرس مع الار انفرس فانفرس هتبعني واحدة طبعا هتكون ايه اختيار القانون المناسب من اهم اهم يعني اولويات حل المسأل ليه اخترت القانون ده عشا تفكر اني يعني زي وتبدا تعرف بفكر كالي ان الفي بي كونستنت ومعايا ار وعايز البوتون باور يبقى نسب قانون ده جميل جميل فكرة خدناها بالنص يبقى الفولتاميتر ماله يتنقل يبقى انت هنا اهو هتقولي مستر النقطة دي واحد اهو بالراجع كل ده لحد هنا نفس يبقى هنا واحد عديتها على زيستور يبقى هنا كام هنا تو كل ده لحد هنا نفس النقطة يبقى هنا هتكون كام هتكون تو طب جميل يعني انا ممكن ان الفولتاميتر تحت اهو بالنص قلناه حالو اهو بعدين تعرى بقى قالك باي انكريزنج الار فاريبل اهو الار فاريبل زادت يبقى ار توتل زادت يبقى اي توتل قلت الفولتاميتر دلاتي على ايه الفولتاميتر دلاتي على زيستنس يبقى يقال بي قول ايه اي ف اار فالاي قلت يبقى في ماله يحصل له يحصلوا طبعا يBenster يبقى الأنسر�되كريز طب فيه طرية ثانية اه تعالى نشوف اللي قارهه أعلى وليههه أعلى؟ مش ده زادة باشا خلاص هي ده حصله إيه؟ حصل له يبقى نصيبه زاد من الفولت يبقى نصيد ده حصله إيه؟ الفولت لا حصل له دي كريز على طول ويبقى عرف ان الفولتاميترة بيقرى اللي تاحت فالأوضة pokuj 1 فالأوضة طبعا هيكون pik ماشي السؤال القادة على شبايا بن 14 فيه طرية تانية اه تعال نشوف المنتر اللي اره اعلى فيه اعلى مش ده زادة باشا خلاص ده ده حصل له ايه حصل له يبقى نصيبه زاد من الفولت يبقى نصيد ده حصل له ايه الفولت لا حصل له على طول وتمعرف ان الفولتاميتر بيقرى اللي تحت في الانصر خط واحدة فالانصر طبعا هيكون بيه ماشي السؤال بعدها شباب نمبر فور بيقول لك او نحية لتقريدي لو الاس زادت يبقى الاس عتزيد ودود سيريس يبقى الار توتر حتزيد فده هقدي ان الاي توتر حيقل بتروح للفي تو اسهل الفي تو بيسوي ايه اي فار الار دي ثابتة والاي حصل له ايه حصل له دي كريز يبقى الفي تو حصل له ايه حصل له دي كريز او طب جميل جميل او بالمنتل بص بالمنتل اللي ارو اعلى ایه ايه ايه فى اعلى مش الاس دي حصل له يبقى الفولت ايه حصل له دي كريز بخد من النصيب اللي جانب فده يحصل له ايه قال لك الفولت ايه حصل له دي كريز طب ما ده اللي وصلت له ماشي طب بعدين يبقى في تو دي كريز يبقى كده هيعتبقى بيه تعال اتأكد بقى بقى بس هنا الارسه هنا دي مش وقتها Destroy بس لاعيز تعرفهم باب العلم اعتبارها مقاومة جنب البطاريه ففي انا عني يقرر الفي بي مينوس الدروب الخسارة اللي هي ايه ايه اي ار سمول الاي حصله ايه الكرانت اقل اهو فالكرانت لما يقل الفولت اللي هنا ده قيمته تقل فده لما يقل لازم الناتج المينوس يزيد دي حصله ايه اهو اكينك بتقول مثلا ايه بتقول عشرة مينوس اتنين بتساوي تمانية بتعشرة مينوس واحد بتساوي كام تسعة يبقى حصل نقل هنا ايه حصل طبعا ايه لو الفولت اللي هنا اقل يبقى الناتج دي هون يحصل له كده كده دي مش وقتها قوي دلوقتي لسه هتتشرع بالتفسير في ايه فليسون سري بس احنا قل لها مباب الايه مباب العلم وانت كده كده اصلا بالاستبعاد مدام جبت دي يبقى الحال الاكيد طبعا هيكون بيه طب جميل نمبر فايف نمبر فايف بيقولك ملتبل ريدنج فور زفولتاميتر زي عند اميتر ايه ماشي ويرتكن بي تشنجي زي فاليو فريوستات ار تو يعني كلما تغير ار تو تجيب ملتبل ايه ريدنج للفولتاميتر which show a circuit that contain battery of emf vb ونجليجابل انترنل رزيستنس to plot يعي ترسم the graph which is shown in figure 2 so the slope of this graph هو الفولتاميتر ده بيقرأ ايه بيقرأ البوتينشال ديفرنس لبين نوتتين دول يعني هو هيقرأ v هيقرأ البطارية vb قلنا minus ده مكسب وده خسار اه اي اروان بس ده ده لقت الفولتاميتر ماشي فانا عايز vb minus v يبقى حواد دي جوه بجيب ده بر بعكس الصين يبقى vb minus v اكوال هنا اي في اروان ده كلم جميل انت عايز اهو دلتا واي وفور دلتا ايكس يعني انا عايز vb minus v over اي ده يروح بالدفايدة كده فحيبقى هنا اروان هي vb minus v over اي مش ده اعتبر هو دلتا واي على دلتا ايكس يبقى انا كده جبت الايه يبقى انا كده جبت الاسلوب وده كان سؤاله فسؤاله الاسلوب هيساوي مين تلع تلع اروان بس يبقى ايه اروان يعني هتبقى بيه طب جميل تعالي بعده نومبر سيكس تطبيع اللي احنا قلناه تاني تاني لما اروان تزيد نحل تقليدي لما اروان تزيد اروان تزيد لأ والاي قل فالv حيال يبقى دا دي كريز يبقى v2 دي كريز طب و v1 اجاب كده هو vb هو v1 plus v2 ده سابت و v2 حصله دي كريز يبقى v1 حصله ايه v1 حصله او بطريقة بسيطة ان انا عارف دايما ان الار و اعلى فيه و اعلى فالار دي زادتي بل فيها يزيد خد بنصيب اللي جنبه يبقى اللي جنبه يعني هتبقى و هتكون ايه طب جميل نومبر سيفن بقولك حلو بص عايز اقولك ان ريوستات هنا مش هوا قصتنا ليه لان يتغير هنا هيغير في الار توتل في غير في الاي توتل فانا ممكن مهتمش وركز في الكاملة بقول ازاي افرد يا عم الكارنت بجمعهم افرد الكارنت بجمعهم تلاتة وستة تسعة انبير وبعدين قسموا عكسوهم مش ديقولنها الف مرة فالتلاتة تاخد ايه ستة انبير والستة تاخد ايه تلاتة انبير طب ضيفن بيه بقى ان لما جيب نسب او اي وان على اي تو النسب هتساوي ايه هتساوي تسعة على ست نايل اوور سيكسا يعني بتتكلم سري اوور تو تلاتة لاتنين يعني ما جارس كده طب اقول لي مستر هو يعني لو تغير ريوستات لو تغير ريوستات هيغير في الكارنت كل اللي في السيركت دا ودا وده بنفس النسب بش هنا مربعين لتلات مربعات بالمنزر ده اهو ده شرح السؤال طب دي موجودة فين مربعين لتلاتة اهو بص هدي مربع ادي اتنين ادي واحد اتنين تلاتة يعني الانصر هيكون مين هيكون طبعا ايه فكرة محترمة ايه جدا فكرة محترمة جدا يبقى ممكن يغتعك بفكرة رستات وهو ملوش ايه لازمه طب جميل تعالى نفس اللعبة نفس اللعبة اهو فيه ريوستات ما هو ريوستات ده لو اتغير زي ده وقال الكرنت اللعيمش هنا وهنا ما ده سيريوس لان الكرنت هيطلع كده فالتنين هي هيتغير عليهم بنفس المقدار فوقع انه ما تغيرش فنشتغل ازاي ان في السيريوس اهو الحمدلله في اقوال اي ار في السيريوس الاي مالو الاي كونستانت في السيريوس الاي كونستانت الاي مالو كونستانت فده معنى ان الفي دايريكت ها مين الفي دايريكت هو على ار يعني اللي ار هو اعلى فيه هو اعلى فكل عامله انت عارف ان الفي تو مسلا تو في وان بنفس ريشيو ريزيستانس بسيكس تو سري يعني تو توان يبنازم في تو دابل في وان في تو دابل في وان بص هنا في النصب الزبط خلط هنا هالفي تو ده مربعين وفي وان اربع مربعات لا ده العكس ده في وان دابل في تو دابل واحد اتنين تلاتة اربعة وده اربعة وهنا واحد اتنين اه الحد هنا كده ده اتنيا يبقى فعلا ده 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 اه فور اوفر تو اللي بتطلع ايه تو اوفر فالانصر تكون سي برضو ما استخدمتش الريستات يعني في كورزة دي الريستات مالهاش اي لازمة هو بيشوفك عارف النسب ولا نسب الفولتج في السيريوس على اكتو برزيستانس واللي قبله كان نسب بالكرانت في البارل وانا قلت الكرانت برانش بالايه بالاي توت طب جميل نمبر ناين بص بيقولك ايه بيقولك انزا شون سيركت دي سيبيتد اللكتريك باور دي سيبيتد يعني كونسيوم دي المستعلكة سلو رزيستور ناين اوم كان سيرتي سيكس وات طب انا هنا مهم ما قوي الكلام ده ليه بقى انا هبدأ ادلع ان الباور فالباور ده سيرتي سيكس بيساوي اي سكوار هنا في لاين فحوادي فتطلع فور هي الاي سكوار يبقى الاي بكام يا معلم اخد رود اهو كده فتطلع ايه تو امبير يبقى انا كده جبت الايه اللي ماشي عشان يفضل وخلاص الباور ده كسته خلصت معايا عشان يبقى انا 18 انا 18 اهو عشان يبقى حلو يبقى اللي طالع من هنا سيري امبير طب حلو يعني ممكن ايجي على جنب واقول يا مستر ان الار توتل هي الفي توتل على الاي توتل اه يبقى فورتي فارف اوفر سري فيطلع بففتين اوم ده الار توتل خمستاشر حلو طب الففتين دي بتساوي ايه دول اللي هي ناين تايمز ايتين اوفر ناين بلاس ايتين بلاس الار فدي مقاومة ونصها الحل تلتة اتدلع يبقى ففتين اقوال سيكس فدي تروح بلي ايه ترابل ماينوس فيطلع انها ناين اوم هي الار هو في السؤال طبعا كان عايز مين كان عايز يعني عايز يعني عايز فى يلا يلا بينا سؤال ايه بعد شباب number 10 بيقولك ويتشو زفا لانجتشويز اسشو واتولهاب ان توريدنج وفي وان وفي تو وان زفاريب الريزيستنس انكريزيس الحل تقليدي انا كل مرة بااكد او الار فاريبال لما تزيد الار توتل عايز زيد فالاي توتل حيقل فتروح للفولتاميتر اللي فيه ثابت يبقى فيتو واي فار يعني الار عليه ثابت طب جميل الاي قال فالفيتو يبقى هنا ديكريز طبعا الزكي اكيدة يقولي هنا انكريز طبعا تأكد الفي بي هي في وان بلاس فيتو ده ثابت وفي تو ديكريز يبقى في وان خاصله ايه في وان خاصله انكريز لان لازم جمعهم قيمة ثابت او بتقولي الار هو اعلى هابص على طول فيو ايه فيو اعلى والار هو اقل فيو اقل فالله حصل ان الار هنا زادت فالفولت هنا زاد يوعد انا اصيبه ايه قال فهيبقى ديكريز فالحالة طبعا انكريز ودكريز يعني هتكون سي طب جميل تعالي بعده سؤال جاء في امتعام مصر اتنين وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين الدول التاني ده ار فاريبل بس خلي بالك الدائرة مفاش غيرها فالفولت اللي فوقه في بي فالفولت اللي تحت في بي بي سابت وقت خلع يعني فيو ام بيقرأ قد فيو اتنين بيساوي في بي طب يا مستر وريو ستاعت مفيش مشكلة لو الار دي زادت الاي ال والاتنين بقى تغيرهم قد بعد عشان يفضل الفي بي ايه طب البوينتنج النقطة دي لو واحد كل ده لحد هنا والله برضو بواحد هنا وان 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 طب انت عديتها على رزيستنس فبقيت نقطة جديدة فالنقطة دي لو باتنين يبقى كل ده لحد هنا حيبقى كامل حيبقى باتنين فتلاقي الاتنين بيقروا نفس الحاجة اللي هي ايه اللي هي في بي فطبعا هنا الريو ستاعت ما يقصرش ودي كانت الكيس الاولى اللي تكلمنا عليها لو فيه ارفاريبل بس والفولتاميتر عليها هي بتقرى البطارية يبقى الفولتر عليها دايما يبقى الفولتر عليها دايما يبقى ايه طب جميل نومبر 12 تاني احنا قولنا ايه الاس لو زادت فالاره اعلى فيه اعلى اسا وزادت يبقى الار المجموعة جروب حتزيد يبقى الار توتل حتزيد فالاي توتل حيقل ده التقريدي فالماء ايه لما يقل تروح للفولتاميتر ها بيراي ايه فار توتل فار توتل تغيرت لأ ار توتل تبقى طب جميل والاي مالو والاي ال فالفيع يحصن له ايه الفيع يحصن له decrees اه هذا الفيع يحصن له طبعا دكريس او بالمنطقة السريع جدا اللي اره اعلى فيه اعلى فالفولتر انا زادت يبقى اكيد مصيب اللي جانب يحصن له decrees بمنتهى البساطة فالانصر هتكون دي كريز يعني ايه? دي نمبر 12. السؤالة بعد الشباب نمبر 13 بيقولك انزا اوبوسيت اليكتريك سيركيو دايجرام وانزا فاريبال رزيستنس الاس انكريز فطبعا لما الاس دي تزيد الاي يحصل له ايه الاي توتل يحصل له دي كريز والاي دا سيريس يعني قيمة الاي لهايطلع من البطارية قيمته هتقل بس هيفضل في كل الدايرة لازم ثابت وده اللي تعلمناه اصلا من اول لسه يبقى كل النقط مفيش نقطة عالة من تاني بس قيمته هتقل لي يبقى دي كريزيز توسين فاليو ات اول بوينس رو عاوزة سيرك طبعا ما ينفعش تقول لي قلف نقطة ونقطة عالة تشينجد طبعا ده غلط او في نقطة عالة من نقطة غلط او ريمينز عالة تشينجد من اول طبعا غلط يبقى هوا هيقيل اكيد وحيفضل في كل الدايرة بنفس القيم فالانصر هيكون دي نومبر فورتين في سؤالين تقلقى وربعة عشر وست عشر فركز معي قال لك انزا اوبزت اليكتريك سيركت وانزا فاريوب رزيستنس الاس ميرو بالاس الاس يا معلم حصل له انكريز فالار جروب اللي انا علمت عليها دي او الار جروب كلها حصل له انكريز مش الاس زادت يبقى المجموعة دي كلها مقاومتها زادت وانا علمتك ان لو الفاليو بتاعت زادت سوى السيريس او بارل الار هتزيد ماشي طب ده يقدي ايه ان الار واعلى في و ايه في الجروب في الجروب ايزيد يبقى في الجروب اللي هنا ده هيحصل له انكريز مش الار واعلى في واعلى حلو طب ما الفي الجروب ده بيساوي اي فقار امسك بالبرانش لو عايزه بيسا على متر اولها الحد بيساوي اي في فقار هل الار دي تغيرت منطقة البساطة لا ثبت والفي جروب زادت طب جميل يبقى اكيد الاي حيحصل له ايه انكريز اه بمنتهى البساطة فيحصل انكريز يبقى تاني بتشوف الريوستات حصل له ايه زاد يبقى المجموعة دي لنقلنا اي زيادة قيمة بتزود قيمة المجموعة دي مقاومتها زادت يبقى فولت المجموعة هيزيد عشان قلنا دايما الار دايريكت بيه مع الفي يبقى الفولت هيزيد فولت المجموعة زاد الاميتر بيقرى الكارنت اللي ماشي هنا الاول النقطة دي لحد النقطة دي بتقول في جروب اي فار الار هنا ثبتة والفي زاد يبقى اكيد الكارنت انكريز طب جميل انكريز بيقى المجموعة 0 هناك فالفالزاكي يقول لي مستر لو دي بزيرو ان هو ايغيرها الراسمة هتكون كده اي دي رزيستنس واي دي رزيستنس دي بتلت تلاف ودي بتلت تلاف حلو طب جميل ساعتها ده هتقسم عليهم التسع فولت بالتساوي فانا هياخد فور بوينت فايف وده فور بوينت فايف في طب جميل حلوه مده وده اربعة ونصف وده اربعة ونصف فهتبقى هدي النقطة ايه ودي نقطة بي ففي الحالة دي هزير اكامل في اقول في الفولت اللي انا عايزه ايبقى فور بوينت فايف دي كيس وان كيس تو لو ده بقى زاد من زيرو لسري ساوزن فتم بعمل كده هادي سري ساوزن وادي سري ساوزن وادي سري ساوزن بالمنظر ده وادي نقطة ايه وهنا هتبقى نقطة بي فالتسع فولت المرة دي هتقسم ازاي هتقسم عليهم بالتساوي على التلاتة بقى يبقى الناين فولت هتبقى هنا سري فولت وهنا سري فولت وهنا سري فولت فالفولت ما بين او بي بقى كامل هتقول لي يا مستر ما بين او بي بقى 3 plus 3 يعني بقى 6 فولت او هنا يبقى الفولت ما بين او بي في الحالة دي كان 4.5 وهنا الفولت ما بين او بي كان او بقى 6 فولت يبقى increase from 4.5 2A to 6 فولت يبقى increase from 4.5 to 6 فولت دي number 15 number 16 ركز كده معي شبه number 14 the opposite diagram represent closed electric circuit so when the variable resistance decreases لما القصة تقل تاني اللي R و L V و L لما القصة تقل يبقى المجموعة دي او ال R group هتقل ال R group ما لها هتقل فلما ال R group تقل ال V group هتقل يبقى المجموعة دي الفولت بتاعها هتقل يبقى الفولت هنا كده يحصل له ايه? هحصل له increase from 1 دي نصبها L او بمنطق تاني يبقى ال R group L يبقى ال R total L يبقى ال I total Z فال V بيرى ايه? بيرى I total current total ماشي time is two R طبعا طبعا سبت او وال I total Z فال V انا يحصل له طبعا increase او بيأكد كلامي ان ال V increase ال R و L V و L ونصيبه L ونصيبه L ونصيبه اللي جنبه يزيد فضيلي ال AMETER AMETER جوه ال V group ال V group هيساوينا I AMETER في two R لان من الفولتين قد الفولتين عشان بيرى فال V group L حلو وال two R سابتين فال I AMETER يحصل له ايه? يحصل له طبعا decrease يبقى الانصر AMETER decreases والVOLTAMETER increases يبقى increase decrease هتكون B طبعا جميل اخر سؤال عندنا في القصة بتاعتنا دي بالاكنز opposite circuit is a sliding contact of the status moved from X to Y ال contact هيتحرك من X ال Y ماشي تخلي بالاك الفولتوميتر الاول بيقرأ ايه؟ يبقى لازم تعمل pointing بعد اذنك لما النقطة دي X كل ده نفس السلك يعني ممكن لقول النقطة دي X برضو A طب لما النقطة دي Y ما كل ده نفس السلك يعني ممكن لقول النقطة دي Y يعني كده الفولتوميتر ممكن يتنال تحت ونقول الفولتوميتر بيقرأ البطارية A يبقى بيقرأ VB طب ما الفي بي دايما constant والله A فما تتخدعش بالسلايدر او اليوستات يبقى الحل دايما هيبقى ايه طبعا remains unchanged طب اشرح لك بالطريقة ايه دايما انت فهمت حوار هو الريوستات لما يتحرك لهنا مش كده اعتبال R دي بارل ما حصلكه فاضي فدي تبقى دد فلو دي بقى الدد ده معناه ان بدل ما كان فيه اتنين بارل بقى فيه واحدة بس فال R total هتزيد فال I total هيقل بحيس لو انت جبت راية الفولتوميتر من فوق حيساوي ان I وخلاص ده دد فكر انت كل هيمشي هنا بس حيساوي هنا I total فR R اللي هي دي بس فالقصة كلها ما كان عندك R و R بR واحدة وكان R و R parallel يعني كانت R equivalent و R2 حتبقى ايه؟ حتبقى R يبقى دي زيادة لل double فاكده ال current هيقل النص ده زاد double ده يقل النص فال product يفضل ايه؟ يفضل برضو constant هيقضي طريقة اصعب للفهم بس اتاكد لك المعلوم يبقى بالاخر انت تشوف النقطة دي نقطة بداية مع البطارية ونقطة نهاية مع البطارية في الفولتاميتر كده بيقرى الباتاري اي change اي زيادة ونصان تروح للمسبب مسبب ايه؟ لا وهيفضل reading of voltmeter constant يعني remains on a un changed جميل جدا اتمنى الناس تكون ايه؟ فهمت الجزء ده بعمق ويبقى بسيط وانا قلت لك ال homerook انت هتعيد على الكلام ده رايزك تحيله بايدك تاني يبقى ال variable يتحلق كله بالتفصيل ال 17 questions ده ال homerook ايه كمان؟ زود لي بقى R equivalent تقفلي مواضيع كلها ان R equivalent هنقفنا عند 60 فخلاص لي من 60 لحد 80 لحد 84 كله يخلص جميل؟ هيبقى فضل لنا موضوع واحد اللي هو اول اضافة ان شاء الله هيبقى فيه فانا عايزك كده تبدأ تطبق بيدك وتحل ال variable كله انت تفرقت عليك وفعمت بعمق عشان فيها فكر تيه حل بيدك بقى فكرة فكرة لو غلط ترجع تاني ايه؟ للفيديو وكمل ال R variable خلاصهم لي عشان يبقى كل النقطة اللي احنا خدناها خلصت من ال current divider من ال voltmeter من ال R variable من ال switchات كل ايه الافكار ال R equivalent تكون خلصت مفضل لنا بس ال elimination وانا بقى قفلنا موضوع وانا متأكد ان انت مستويك دلوقتي احسن بكتير او بفتكري اول session اللي هي كانت اول session في ال Session ان شاء الله بعد ما خلص session الجاية خش في ال lesson 3 ونزود معلومات بسيطة على ال Session ان شاء الله بقى بسيط جدا واحنا دايما معاك دايما step by step دنيا تبقى جميلة ان شاء الله اللي جاية اللي هيبقى ال correction متفرجش عليك لما تكون حلت بايدك وتشوف تبدا ايه تصلح اخطائك جميل سنخش لبعده يلا يلا يلا